موسيقى بالأخص موسيقى ورحمية بطبيعة الحال بتقعد جوة يعني أكتر بدون ما تحس إنك عم تخسر الشمس أو عم تخسر الحياة اللي بره رائع رائع بلا بزر رح نفوت بكل تفاصيله العرض رح يكون في الأيام القليلة المقبلة عرض حامل معه كتير رسائل حامل معه كتير مضامين مختلفة يمكن مش متعودين نسمعها بشكل عام ولكن هيك البداية سعيد إذا بدأ أرجع معك لدخولك عالم الموسيقى كان مختلف نوعا ما بدأت من البيانو تحولت إلى آلة العود وكان غريب لقي لي أنه تكملة هذا العلم كانت في لندن وسألتك آلة شرقية بقلب لندن على حاصمة الغرب يعني شو اللي صار معكم في آلة شرقية وتحديدا العود يعني كان يصير معي مقاطع مضحكة جدا بتعرف بلندن التنقل كلياته بالتيوب تحت الأرض فلما كنت أمشي والعود على ظهري عشان بيت المفاتيح شوي طاعج لورا فكان يفكروا أنه غيتارة مكسورة يجي يسألوني ما لقيتارتك شو كسيرها بس آلة من ناحية تعليم ومن ناحية مشهد موسيقي وهو سؤال كتير منيح أنه يعني آلة شرقية كيف تندمج مع موسيقى وفنانين موسيقيين من الغرب يعني أنا بطبيعة شغلي من البداية كان كل الوقت بهذا المجال لأنه التعاون مثلا بيني وبين أكرم حداد اللي هو بيعز في بيانو فبطبيعة الحال أنت بشكل الأوتومات حطيت مع بعض الشرق والغرب اللي مختلف كان بلندن هو مش قضية دمج الشرق مع الغرب إنما أكتر التفكير الموسيقي تبعه والفلسفة الموسيقية تبعته يعني مهم يعني بستوقفني قضية الفلسفة الموسيقية لا شك إنه يعني الفلسفة الموسيقية بالموسيقى الشرقية هي فلسفة كتير عميقة ويمكن مختلفة عن كل أنواع الموسيقى في كل العالم قديش اليوم الغرب عنده فضول يعرف شو فيه في الكلاسيكيات الشرقية وقديش مهتم اليوم بالفنان اللي عم بيجيب أهلي شرقية بحثة زي العود مهتمين جدا أنا اتفجأت يعني بالبداية بتعرف أنت طالع ولا مرة أنا عايشت غاد كان لنا تجارب موسيقية بس ولا مرة لفترة طويلة ودائما كانت علامة السؤال بس اتفجأت بصراحة يعني بعد ما مرأ أول شهرين ثلاثة صاري يكون فيه عروض بشكل تلقائي وكتير بواب انفتحت فبتقبلوا يعني الموضوع كتير بسلاسة وعندهم فضول كتير كبير لأنه زي ما تقول يعني ياخي اليوم العالم زغير وإحنا بعصر اللي الكل بيشوف كل إشي فمن الطبيعي أنه حتى الموسيقى وحتى الفن يصير فيه دمج حلو القضية الدمج يعني دمج اليوم بعصر العالمي ومع التطور التكنولوجيا صرنا كتير فعلا نسمع يعني أغنيات غربية فيها دمج لآلات شرقية أغنيات شرقية فيها دمج لآلات غربية بالوقت يمكن اللي إحنا ربينا سعيد على قضية أنه الآلات الشرقية هي تابو من المحرمات اللي لازم يجب أن تقدس هاي الآلات وممنوع المس فيها وبالأخص عن جد لما بتحكي على أهلي زي العود اللي اليوم عشان تعرف أنه هاي الفرقة الموسيقية هي شرقية بحتي ضروري يكون موجود العود صح قديش أنت لما في عنا هاي الفكرة قديش أنت مع الدمج قديش بتشوف أنه صحة بنفس الوقت وقديش بتشوف أنه ما بيضر بالأصالة تبعة الموسيقى الشرقية الأصالة تبعة الموسيقى الشرقية هي خصلي يعني إذا بدك تتخيلها نشبهها بإشي هي زي شعلة وبدك تحافظ عليها وبالنسبة للدمج يعني زي وزي أي شي تاني فيه دمج اللي بتحسه ناجح وبحكي معك وبنفس الوقت محافظ على كيان كل نوع موسيقى مختلف اللي تم الدمج بمحل واحد إذا كان بعرض أو إذا كان بمقطوعة فأنا برايي الشخصي يعني لما بيكون الدمج بهاي الطريقة الواعي والناضجة وإنه ما بيزيل من خصوصية أو شخصية أي نوع من أنواع الموسيقى المدموجة هو اللي بعطي النتيجة الناشحة وهذا مش إشي هوي لأنه كمان مع كل معتقداتنا وزي ما أنت حكيت يعني الواحد ما تكوك في راسه شغلات عن الموسيقى وعن الألات حتى عن كيف تحكي وعن كيف تتصرف وكيف تقعد وإلى آخره فكان صعب بالبداية بخبيش عليك كان صعب جدا يعني أنا بتذكر أول كان صعب عليك تتقبلها للفكرة؟ صعب تلغي الغرابة في بتحس غرابة إنك أنت أوكي ماسك عود يعني أنا بتحكي طلعت ممكن كنت عم صار لي أعزف حود 13 14 سنة إشي هيك ومتعود على السياق معين اللي ضمنه أنت بتعزف على هاي الآلة ونوع موسيقى معيني ففجأة أنا بذكر أنا وصلت متأخرا على التعليم يعني كانوا مبلشين أني صار لي نشاهر لأنه كان في شوية مشاكل بأضايا الفيزا وأول حصة كانت إشي بتعلق بالموسيقى التجربية وطول العود يا سيدي طول العود شو فكرة المحاضر كانت إنه بركة جال ريب تعزف لنا على العود بالكريدت كارد مسكنا الكريدت كارد وبلشنا نطلع أصوات فيه وأنا بس بدي إنه الأرض تنشأه تبلعني مش فاهم يعني شو اللي كريدت كارد فمع الوقت لأنك بتنكشف لهذا العالم وبتنكشف لهذه الطرق وبتشوف إنه الجماعة بصراحة بقولك يعني مش إنهن بتهبلوا أو بيستهزقوا لأ هن عندنا فكر مختلف عندنا فكر يمكن إذا بدنا نقول أوسع شوي على الموسيقى ووصلين لوضع إنه الموسيقى كمان هي أصوات هي مش بس الموسيقى المعتادة اللي احنا بنعرفها ويمكن هذا اللي أنت اليوم عم بتروح عليه بنمطك أو بنهجك الموسيقي سعيد حبيت تجيب جو جديد اليوم على البلاد حبيت تطلع فكرة جديدة حبيت تحكي عن حالات من خلال الموسيقى اللي بتقدمها وبالأخص لما بقول حالات عم نحكي عن المجتمع صح عم نحكي عن الحياة اليومية اللي احنا عايشنا أنت ابن شفا عمر أنا ابن الناصري الشباب كل واحد المصورين كل واحد من بلد وكل موضوع بحكي معنا كلنا قديش بداية كان سهل أنك تعرف عن شو بدك تحكي عن جد وقديش من فوقت كان صعب أنت منها كمان عم تحكي عن حالك صح وعن تجربتك وكيف أنت شايف الإشياء تماما طلع تجربة لندن وضحط لإشياء واحد أنه عشان تأخذ input أو مادة اللي هي بتدخل عليك أنت وتفكر فيها وبتحللها وتطلعها في طريقة موسيقية بدك تكون عايش في بيئة معينة لأنه صعب أنك تكتب عن الحالة في محل معين وتكون في محل تاني ما أنت مش عايش غادة بتعرفش فمن ناحية ملان عن إيش ينحكي ملان يعني لدرجة نفتح أزاز السيارة ونزف تسبالي منه لبره يعني ملان الصعوبة بظن الله هي بأكمل شغلة أولا كيف تجيبها في طريقة اللي ما تنرفضش يعني اللي قبالك يحس أنه والله أوكي فيه جوهر وفيه موسيقى معينة وفيه فحوة اللي هو بيحكي معي لما أسمعه يعني عناصر تاني هي أي ألات تستعمل من الأشي اللي هو التكنيكل قبل ما نفوت على التقنية خلينا بكل قضية المضمون لأنه كمان كتير مهم سعيد اليوم أسهل أنك تيجي بعمل فني إن كان موسيقي إن كان مسرحي إن كان تمثيلي إن كان غنائي أسهل إنك تيجي توصل رسالي أو تجلد نفسك أو تجلد مجتمعك من إنك تروح وتقولها تطلع على التلفزيون وتقول يا عمي أنا بيزعجني قضية إنك بترمي السجارة مش وباك السيارة أسهل لك اليوم كموسيقي؟ إنه أركز على الجانب السلبي لا الأصد إنك توصل رسالي أوصل رسالي من خلال الفن أهون من إنك تحكيها بشكل مباشر وبشكل واضح؟ لا بصراحة أصعب أصعب لأنه كمان دور إنه بدك تعمل مثلا أنت عندك فكرة معينة ممكن أحكي لك إياها أنا بدك تلاقي طريقة إنك تعبر عنها بطريقة موسيقية فصفى إنه للتعبير فكرة اللي هي بالراس بدك كلام ممكن تعبر بطريقة موسيقية بحت بدون كلام بس صعب يعني بظل مفتوح للتحليل وصعب إنك توصل الفكرة اللي أنت قصدها بالزبط فبتنبنى القضية من إنك أول شي تكتب الكلام تلاقي تصفصفه في طريقة مزبوطة ومهضومة إنه المستمع يفهمه يفهمه ويقبله كبه يفهمه ويقبله طبعا لأنه إذا بتقاتل بإقبالك ديسكر الباب فأنت بس إنه يعني أو أنا على حالي بشوف إنه المسؤولية هي إنك تشوف تحلل وبس تعبر عن رأيك في عندك آيدول بحياتك سعيد صح الكبير زيادة رحباني صحيح وزيادة رحباني طبعا ما حفظ اللقب إنسان كان لما بده ينتقد يبدع في النقض وكتير مرات كان يجرح بس الناس تضحك صح وبنهايه عم بحكي عن الناس يعني عم بحكي عن كل واحد عم بتضحك عليه شو اللي بميز هذا النوع من الفن كيف لما أنت عم تنتقدني أو عم بتسب علي أنت عم بتوصلني إلى محل أضحك بتخيل لك الني صافي بالنهاية بظل إنه الأصد إيجابي والني صافي فالطبيعة الحالي يعني أنا سامع الناس بتحبوش شيلي لزياد وبعرفش إذا كان هو من ناحية المضمون اللي بيحكي أو من ناحية الموسيقى اللي بيكتبها أو من ناحية شخصيته كيف بيحكي بس فيه نسبة بالجيل الجديد اللي هو يفاهم الراس السخري الهادف خلينا نسميه واللي هو زياد هو شخص زياد فبظن لك عم بزيد التأبل ولما فيه هدف بتخيل إنه هذا الإشي بخلي الناس إنها تفتح وتتقبل أكتر قداش اليوم المتلقي وإذا أبدأ أحكي عن المتلقي المحلي يعني بالداخل الفلسطيني عنده القوة إنه يجي على عارض لسعيد يسمع مقطوعات موسيقية يفهم شو بده مني سعيد من المقطوع وأطلع أحلل وأطحن راسي وأقول يعني عن زياد قدي موجودة بس أنا بظن إنه بتعلق على أي نوع موسيقى عم نحكي يعني البوب ميوزيك البوبولر ميوزيك اسمها على ما هي البوبولر ميوزيك لأنه الناس بتستقبلها أكتر بتخيل لك عنصرها أبسط مألوفة أكتر بتجيب جو اللي ممكن يدخل أسرع بس إنه عنا يعني فيه تلقي اللي عم بزيد أنا عم بحس إنه فيه فرق عم تطلع للأسف نوعا ما الفرص عم بتصير برة لسبب أو لآخر بس التلقي عم بزيد يعني الناس عم لأنه زادت نسبة الناس اللي تعلمت موسيقى واللي انكشفت لهذا العالم وفهمت إيش الأشياء الأسس تبعت الموسيقى اللي بتتكون منها الموسيقى وإيش بتطلب عشان تعمل عرض يعني بصير الواحد عنده القدرة إنه يحلل شو عم بسمع فبظن إنه عم بزيد بتزايد بتزايد ممتاز بس بتزايد بإطار شريحة وحدي ولا عم بتشوف إنه أم بحكي على شرائح عمرية ولا عم بتشوف إنه اليوم أهلينة مثلا على سبيل المثال مستعد يتقبل هذا النوع من الفن ومستعد فعلا إنه يحللوا إنه يحاول يدخل لدماغ سعيد ويفهم سعيد شو بده ممكن زي ما قلت فيه شريحة عمرية اللي حتى واضحة أنا على عالم الفيسبوك الجديد لما فيه أدوات تحليل بالفيسبوك كد تعرفها بتورجيك شريحة العمر ومين بيهتم وبأي منطقة فواضح إنه فيه شريحة معين اللي مهتمة بهذا النوع من الموسيقى أكتر من شريحة أخرى بس يعني إذا بقول من ناحية طموح أنا طموحي أصل لوضع إنه أقدر أخاطب الكل ما فيه شي شك ما فيه شي شك أكيد هذا الطموح نطلع نشوف مقطع موسيقى وما أنه عم نحكي على هذا النوع من الموسيقى نشوف مقطع موسيقى لسعيد ونرجع لنتابع الحوار ونحكي بشكل مطول عن عرض بلأ بزر اشتركوا في القناة 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 فقصته مشوقة جدا يعني ملياني بأشياء اللي هي من وقعنا لأنه بمنطقتنا وهو يعني كان أكتر شخص وأبرز شخص وبظن الأول اللي حاولي يحرر البلد من الاحتلال العثماني بهذه الفترة ووصل لمحلات كتير منيحة وكتير كبيرة وفيه تفاصيل فيه شخصيته اللي بتخليك تقدر الشخص كشخص والمبادئ اللي ماشي حسبها والفلسف اللي ماشي فيها واستعماله للقوة واستعماله للسلطة ففيه اشي كان نظيف فتوصلت معه كتبنا هاي المقطوعة اليوم إذا بدأ أشغل هيك عملك عفوا إذا بدأ أسمى عملك الموسيقي اليوم مع هذا العالم الجميل بقدرك أشبهه بقضية الترجمة لما أنا بقرأ نص باللغة الإنجليزية على سبيل المثال وبجي بترجمه للغة العربية بس لما أنا بجي بترجم من إنجليزي للعربي بيكون واضح أنه أنا عم بترجم كلمة بكلمة هون أنت عم بترجم لموسيقى يعني الكلمة بتترجم نوتة يمكن أو الجملة بتترجم جملة موسيقية فالسر عن جاب سؤال رهيب سؤال حلو جدا لأنه عادة بلاحظ أنه هاي الأسئلة بتنسألش على الجانب الفني اللي بعرفش بدك تسميه اللي جاي من وين الوحي أو كيف الإشي بيصير في أشياء بقدر أحكي عنها وأترجمها وأفسرها كيف صارت لأنها تقنية بس في أشياء لا يعني مرات إذا بتيجي مجموعة نغمات وراء بعيد على باله الواحد أكيد هي بتيجي نتيجة تفكير بحالة معينة فرضا خلينا نأخذ على سبيل المثال ظاهر والمقطوعة وصيرته الذاتية يعني بأول مقطع من المقطوعة بتحس إنه في بطء معين بالبداية صوت خفيف صوت رايق وبعدين بيصير فيه تسارع وبكبر الألات بتزيد واللي هو عمليا كان تعبير عن مسيرته اللي هي هيك كانت في هذا الشكل وكبرت في طريقة كتير سريعة فأنت بتحلل القصة وبتحط عنوينها الأساسية ومن غاد بتشوف كيف ممكن تعبر عنها في طريقة موسيقية هذا جانب التقني المنطقي خلينا نقول تبع الموسيقى بس اللحن نفسه كيف بيجي مش عارف في كتير يمكن عناصر اللي بتوصلك لمحل تقرر إنه بدي هاي المعزوفي أو هاي جملة الموسيقية تحكي عن حالة قوة هاي جملة الموسيقية تحكي عن حالة ضعف هاي عن حالة حب هاي عن حالة كراهية يعني في كتير شغل دماغ ملان عن جد آه ملان وبالأخص لأنك أنت حدا عايش الحالي يعني اليوم إنه بتيجي بتعمل موسيقى بتعمل موسيقى عن حالي عايشها دارسها قريها شايفها مزبوط فبيكون أسهل عليك سعيد؟ بيكون أسهل آه بيكون أسهل بكتير في مرات ممكن أنت تكتب موسيقى عن حالة اللي أنت متخيلها فانتازيا فانتازيا أو حالة معينة اللي أنت موجود فيها أو جو معين سائد اللي أنت بدك تطغيل لما المستمع بده يسمع شو أنت كاتب بس أكيد أسهل إذا في حالة اللي أنت بدك تعبر عنها اللي أنت عايشها أو واقع اللي أنت عايشه أنا شخصيا عندي كان صعوبة بالتعبير عن الحزن الجانب الحزن ولا مرة كان يطلع جانب الحزن ولا مرة شغلك الحزن هاي إشارة من ميحة هاي أحلى هاي أحلى أحلى أبسطين إن شاء الله ما يشغلش حدا يا سيد وصلا ما تعرفش تلحلنا الحزن يا خيروح إن شاء الله عرفنا عرفنا بالعكس يعني تسريبي من ميحة بتصفي لأنه في عندك طاقة معينة اللي بتيجي من الإشي اللي أنت حاسه يا بتسربوا بأنك قاعد بالأوضة بالعدمية يا بتسربوا بشي مقطوعة وبمشي فعلا بتسربوا بإبداع بتسربوا بإبداع فهاي ما كانتش الحالي موجودة لحد الألفين واربعطاش لمسارة الحرب على غزة بالألفين واربعطاش غاد كان أول مرة اللي طلع معي لحن اللي له علاقة في حالي حزيني ونكتبت طبعا المقطوع على غزة بوقتها كمان مقطوعة غزة موجودة عندنا جورج مزبوط المقطوعة الثانية بالفيديو بنفع نسمع منها مقطع تمام خلينا نطلع نسمع مقطع من مقطوعة غزة ونحكي عن هاي المقطوعة على وجه الخصوص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاي المقطوعة اللي حملت قسم غزة وطبعا يعني متل ما بنعرف انه حتى بهاي الفترة يعني قطاع غزة لا يعيش أفضل حالاته وما زالت هيك الهجمات مستمري وتتكرر على قطاع غزة يمكن هيك اخدتنا لحالي هاي المعزوفي سعيد اللي للأسف غزة دايما عم بتعاني يعني غزة مش بس عانت بـ 2014 أو بـ 2010 أو بـ 2009 ومش من زمان يعني الأسبوع الماضي كمان كان فيه ضربات موجهة على غزة وبهاي الفرصة كمان ننحيي الفنانر والعازر اللي كان لها جزء في هاي المعزوفي احكي لنا شوي عن مقطوعة غزة مقطوعة غزة بالـ 2014 لما صارت الحرب على غزة طلعه مرات الواحد يعني صعيب توصل صورة عامة على كل إشي كيف بيصير ووين بيصير ويوصل لكل الأطراف بس أنا متأكد كان فيه كتير ناس في الحال اللي يعني بقول عن نفسي وعن الجماعة اللي حوالي اللي هو جو الصحاب والعيلي والآخري كتير كان صعب المشاهد اللي كانت تبين والأشياء اللي كانت تصير كتير كانت صعبة تعرف هم فيه كمان صعوبة سعيد بأنك بشكل عام الموسيقى هي رمز للفرح صح هذا اللي أنا أصدته بقصة أنه أول مرة قدرت أعبر عن الحزن في هاي المقطوعة لأنه صعب فيه كمان عند الناس بشكل عام يمكن كمان هادل أصدته الموسيقى مربوطة مع الفرح فأه ما كانش سهل فحتى بترجمة الأحاسيس بيكون فيه صراع معين بأنه أنا بدي أكون سعيد من خلال الموسيقى لأنه الموسيقى هي أدالة الفرح بس نفس الوقت بدي أحاول أوصل رسالة لما شاهدي كتير قاسي أنا عم بشوفها هم برجعنا كمان لقضية الترجمة كيف بترجم صور وأحاسيس من خلال آلات موسيقى صحيح جدا وكيف أنت أصلا بترجم كيف اللي كاتب المقطوعة بترجم شو يعني حزن هو بالآخر اللي بيحتم على النتيجة إيش تطلع فأه ما رأت فترة مش سهلة وكان قبل صفرتين لأنه أنا طلعت برية البلاد بالألفين وأربعة عشر وبتعرف صار الواحدان بتخبطات يطلع ما يطلعش وبالنحة تاني مش قادر تعمل إشي يعني أنت بس بتقدر تتطلع فهاي خلفية هلال المقطوعة وكمان في شطر مكتوب كمان نص في آخرها اللي هو كان معرفش زي هداء الغزة وأهل الغزة فمنبعث الانتحية إن شاء الله كمان منبعث الانتحية أكيد وعندنا كتير مشاهدين بقطاع غزة وإن شاء الله بيجي اليوم اللي نعزف فيه معزوفات فرح وهيكا وننشرها بقطاع غزة ونعزفها على مسارح غزة شعب غزة جبار جبار جبارين لأنه مع كل اللي بيسير بيضل فيه موسيقى بيضل فيه فرح بيضل فيه قوة للحياة خلينا نروح على بلا بزر العرض الخاص فيك مع طبعا مجموعة من الموسيقيين تفاصيل عن العرض وين ترح يكون وين رح يكون شو رح نسمع بالعرض شو رح نشوف عد شانين بدنا نعرف أوكي منقولكو بلا بزر العرض رح يكون بستة اتناعش يوم خميس الساعة تماني ونص بقاة كريجر بحيفة والعرض فيه مواد اللي هي مخلوطة بين مواد انسترومنتال ألاتية بدون كلام وراح يكون فيه أغنيتين اللي أنا ملحنين ومكاتب كلماتهن وعلى الأغلب نعمل كمان أغني اللي هي معروفة هاي الخطة الكبيرة بصوت مين الأغنيات رح تكون انتي و الأغنيات رح تكون بصوت مونة بكري مونة بكري من البعني منبعت لتحيي ومين هيك كمان لننصف كمان كل العزفين طبعا ضروري نذكرهم الموسيقيين اللي رح يكونوا موزعين من مناطق مختلفة من شفعمر أكرم حداد رح يكون على آلة البيانو ومن منطقة القدس وبيت صحور عنا من القدس معاني الغول رح يعزف إقاع ومن بيت صحور تشارلي رشماوي رح يعزف جيتارا بيس هون في شغلة مهمة كمان لازم نذكرها الصراحة اللي صارت معنا وراء الكواليس مرات لواحد بتوصلش لبرة وضروري أنها توصل احنا التخطيط الأولي كان المفروض ينضم لنا محمد نجم يعزف كلارينات وناي محمد نجم بالأصل من بيت لحم ومقيم بفرنسا صار له أكمل سنة بطبيعة الحال بده يقدم لتصريح عشان يقدر يفوت فهالمرة اتفض أمني والإشي اللي هو عرقل كتير بتخطيطات العرض ومؤسف جدا أنه فعلا يعني المؤسسة بتخرب التخطيط والجو اعتدنا يمكن سعيد على هاي الحواجز هاي المعيقات أمام المبدع الفلسطيني وبالأخص لما منتحدث على عرض موسيق وإبداع بقلب بلده بفلسطيني يعني للأسف الشديد وعلى أمل أنه هيك يعني بالأيام المقبلة نكون غادرين نتغلب على كل هاي العرقيل ويقدر المبدع الفلسطيني يقدم إبداعاته بتأمل بتأمل إحنا بنهاية الأمر منقول إشي واحد إنو الحواجز قد ما تكون خميلي تنكسر بنهاية المطاف صحيح ويعني مع كل الحب محمد نجيم بني آدم رائع وأنا صرت أنكت معه هقول له طيب يا أخي الكلرينيت سودة وطويلة وخطري يعني مشكلة إنه بدك خطري يمكن عشان إيك رفضوه بس من وجه له تحية كتير كبيرة وفي هاي المناسبة بدنا نشكر كمان روبير أيوب من الرامي اللي هو وافع يشارك معنا كبديل لمحمد ورح يهزف ناهي معنا بالعاد برد رائع والسؤال الأخير يمكن كتار ناس عم بيسألوا على قضية التسمية ليش بلا بزر يعني بنفعش حد يفوت جاي معاكس بزر يسمعوا يسلطن وإنه تخيلش أكمل رساله بالمحرمات أنت تبع بزر البطيخ ما بتتخيلش قديه لا هي من المحرمات ويعني منيح نمشان اللي حاطتها المحرمات غير يصار مسكرها هاي الزاوي بس لا الفكرة إجت بصراحة من حديث مع ستي مع جدتي بنقعد من آهر ببعض ومتخرف مع بعض كتير وبحب أسمع كيف كانت الحياة بوقتها عجيلهن وبحب أسمع أكتر تحليلها للوضع للحياة الموجودة إسه الله يطول بعمرها تحيي كمان آه تحيي كتير كبيري أم يوسف فالواحد اللي شايف كتير بيكون عنده منظور وفكرة تانية وبقدر يشرح لك كيف كانت وكيف صارت فبشي مرحلة صار الحكي على الجيال الجديدة والآيباد والتلفونات ونفتح موضوع إنه منحب الفواكه مثلا في جيل بحب الفواكه بلا بزر فطيخ بلا بزر شمان بلا بزر تفاح بلا بزر عنا بلا بزر اللي بدكية فكأنه وكأنه تضحط الصورة وصارت تتمسخر علينا إنه جيلهن البلدي اللي مع بزر وجيلنا اللي بحب بلا بزر رائع فطلعت آه وبتهدف أكتر إنها بركيني قدر كمان يصير التواصل أكتر متواصل بين الأجيال المختلفة يعني رائع آه الصغير يقدر لكبير وتعالوا احضروا موسيقى بلا بزر مش معقدة بتقدروا طهد موها تبلعوها بشكل كتير سالس وتطلعوا مع كتير مواد للتفكير بلا بزر سعيد سلباك شكرا جزيلا على حضورك أهلا فوادي شكرا جزيلا سعدت أكيد بلقائي معاك ومنحب نشوف كمان وكمان شباب فلسطينيين مبدعين كل واحد يجاله وجايين يحكوا عن هالمجتمع من أجل تصليح هذا المجتمع والنهود يمكن تصليح كلمة كبيرة النهود بمجتمع أفضل صح إنه نتحرك نمشي نحو الهدف صحيح شكرا سعيد سعيد شكرا لإلك كل نزح مشاهدينا ستة ناعش تنسوش بقاعة كريجر بمدينة حيفا عارض بلا بزر لسعيد سلباك مجموعة من المعزوفات المختلفة والخاصة جدا وأيضا مجموعة من الأغنيات الناقدي بجو جميل جدا أنا رح أكون من سعيد رح يكون ومنحب أنه كتار منكو يشاركونا في هذا العالم اشتركوا في القناة